اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أن الدعم ورعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية وتحقيق العديد من المنجزات الحضارية في مختلف مجالات التنمية الشاملة جعلها تتبوأ المسئوليات الرفيعة وتسهم في نهضة الدولة وتنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم لتسطر بذلك قصة نجاح رائدة مشيدة بالدور الحيوي الذي تطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة نحو تمكين المرأة من المشاركة بفعالية وتميز في جميع القطاعات منوهة بأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت جاءت بفعل الاستراتيجيات والخطط التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جاء ذلك خلال رعايتها للمسخة الثالثة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي انطلقت أعماله صباح أمس الأربعاء بفندق داونتاون روتانا وسط الحي التجاري بالمنامة وبحضور سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب وعدد من الشخصيات الدولية والمحلية كما أشادت معاليها بالشراكة المميزة التي تربط الجامعة الأهلية بجامعة برونيل لندن البريطانية التي يشكل هذا المؤتمر الحيوي أحد ثمارها إلى جانب ثمار أخرى على المستويين التعليمي والبحثي اشتركوا في القناة